انت كمواطن فلسطيني انت كشاهد عيان وانت كصحفي شفت ورصدت وانا محتاج اسمع وكل الناس محتاجة تسمع هذا الجانب الصهيوني المحتل يستخدم اسلحة وزخائر ومواد محرمة دوليا طبعا هذا كلام ما بدوش اتنين يحكوا فيه يعني خلينا نحكي على صعيد الطلقات النرية او الرصاص اولا الطلقات المتفجرة اللي بيستخدمها طلقة عادية ولكن هي متفجرة اذا اصابت الشخص هي غالبا تصيبه في البطن تنفجر داخل البطن بيطلع منها اكتر من عشرين شضية من الرصاصة الواحدة تعمل تهتك في الاعضاء الداخلية للبطن المصابب يصل المستشفى في حالة وعي كامل تمام؟ لحظات بفرق الحياة من النزيف الداخل اللي بصير عنده من هذه الاصابة على صعيد الصواريخ يعني انا اصارت اربع حروب الصواريخ اللي نزلت في الحروب السابقة ما بتيجي واحد في المية زي الصواريخ اللي نزلت هاي الحرب انا صورت ورصدت اثار صواريخ وحفر لصواريخ عمقه يزيد عن تلاتين متر وقطر يزيد عن خمسة وتلاتين اربين متر تحكي عن شيء مهول حفرة كبيرة وكأنه ليزك ضرب الارض علشان الناس تتصور تلاتين متر ده يعني عمارة تقريبا عشر ادوار حداشر دور ايوه في العمق لما كانت تيجي الجرافة ممكن الصور هاي موجود عن نتي بتقدر تشوفها الجرافة لما كانت تيجي تدفن الجورة هاي تبين شيء صغير جنب الجورة نقطة جنبنا اه اه شو كمان احكي لك خلال استهدافات المنازل وصول الاطفال الشهداء للمستشفيات بعيدا عن الاطفال الاشلاء هنيجي نحكو فيهم في اطفال بتوصل ما فيهاش اي خدش ولكن مستشهدين طب ايه هو الصواريخ خيب تعمل تهتك في الاعضاء الداخلية ونزيف داخلي ما فيش اثار لجروح لا لاستهدافات لا لاي خدوش على الطفل بيصال طفل زي ما هو زي كأنه نايم ولكن هو بيصال طفل شهيد جراء انفجار الصاروخ هذا في صواريخ كنا نشوفها تنزل الصاروخ قابل بنزل بيعمل صوت وشة في الهوى وبعدين بيينفجر ما كناش نسمع صوت انفجار لكن الروح نلاقي عمارة من خمس طوابق وعمارة من ست طوابق العمارة واقع على الارض من هذا الصاروخ هذا الصاروخ بيعمل بمبدأ شفط الهوى من المكان هذا بشفط الهوى من المكان بيقع تيقع العمارة وبناء عليه اللي داخل العمارة بتمزق وتمزيق يعني في ناس لحتى الان ما لقوا جثثهم او اشلاءهم حتى جراء هاي تبخر ممكن يكون كان في بؤرة الانفجار مثلا تبخر تماما وكتير وفي حد من جلال نصار السهداف ولحتى الان ما لقوا جثثه لقوا قطع صغيرة من جسمه ولكن ما لقوا الجثمان تبعوه يعني استخدموا التكنولوجيا في أبشع صورها صحيح أبشع التطبيقات مزبوط حكيت لك اللي بقتلنا في الحرب هاي هو الذكاء الاصطناعي